السلام عليكم جميعا السلام عليكم جميعا أنا أريد أن أشكركم وكلكم بدون استثناء كل القنوات والإخوان لاحفتكم أستاذ تحتاج المستجدات أولا أريد أن أشكركم جميعا بدون استثناء كل القنوات وكل المنابر الإعلامية وكل المواطنين والمواطنين الذين يحضرون جديدة وخارج جديدة لها المحاكمة التي كنا نتمنى لها اليوم الدوز إلياس الملكي الصديق والأخ والابن البارلي مدينة الجديدة والمغرب والمغاربة العالم وبالمناسبة المغاربة العالم كانوا نحييوا كل الجالية المغربية مع هذا الشاب خارج المغرب وداخل المغرب أولا ما أريد أن أخبركم هو أن الأغلبية تنازل هذا أولا ثانيا هذا التأخير من إلياس الملكي لديه الضروف صحية ما قد يأتي أنا سأذهب الآن مباشرة بعد هذه الجلسة سأذهب في السجن لكي نتخبر لكي نتخبر معه والقضية تأجلت اليوم يوم الثلاثة إن شاء الله الحمد لله اليوم الأمور وضحت كل الناس كانوا قدموا به شكايات سواء كأشخاص ذاتيين أو كجمعيات الناس اللي شكوا به سواء كأشخاص ولا كجمعيات أعرفوا بأنها بالنسبة للإلياس ما عندهم شي ضغينة أو حقد أو كراهية كما تدعوا في شكايات ديالهم توجاه واحد القضية اللي هي كتهم المغربة الكاملين واللي الدستور المغربي جعل منها قضية الشعب المغربي برمته من طنجة إلى القويرة ومن المغرب إلى أقصى نقطة في العالم كل الأمازيغ وكل الأمازيغ للمرة الثالثة هم مغربة بدون استثناء والغيرة على الأمازيغية هي كتهمنا جميع إلياس الملكي إذا كان كيتكلم كيتكلم بعفوية كما تعرفوا كاملين كالجمهور دياله وكأناس دياله وحنا نتقي كبيرة في القضاء ديال المدينة الجديدة لا على مستوى النياب العامة ولا على مستوى الرئاسة وكذلك لا على مستوى الزملاء من الجديدة المحترمين اللي كينبوا إلى جانبي الأستاذ رابيح والأستاذ الصبري والأستاذ الزميل اللي من الرباط والأستاذ يوسف قوربي وزملاء آخرين يعني كنا كندير واحد من الجهود كبير اللي كان نتمنى أولا منكم جميعا الدعاء والصبر بشر بيقدرنا كاملين ويجعلنا القضاء يمشي في الاتجاه نحن الآن تقدمنا له بطالب الصراحة الموقعات بناء على التنازلات اللي حصلنا عليها النيابة ديالنا شخصيا ما زالت مستمرة في هاد الميلف عكس ما قيل وهناك مانكن كي حلم حتى أنا الأستاذ زهراش ما نبقاش مستمر كمحامي علي ولكن أنا محامي علي أولا بيتكريف من والدتي وأبي وصديق دياله السيمروان ونس آخرين ولكن هذي أولدنا مكان مغريبي كي عجبني كي عجبني وأنا مع الشباب ومع حرية الرأي ومع حرية التعبير ولكن معاها في إطار القانون أولدنا إلا غلط أحنا اللي كان صلحه أولدنا إلا غلط طرح غراج اللي كي يعتادر أولدنا إلا غلط في حق شخص أو في حق منظامة قبلات الاعتدار دياله فرسالة إلى بعض الناس ونستنقل للمودي كفاء من الشكاية وكفاء من الابتزاز لهاد الأسرة هذه العائلة رأي عائلة درويشة رأي عندها ما تعطيكم أعطي الله سبحانه وإلياس ماشي بهذا الطريقة تي خسنا نتعاملوا معه إلياس وأمثال إلياس في المجتمع ديالنا خسنا نتعاملوا معه بالحوار ونتعاملوا معه بالنصيحة والدين ديالنا الإسلامي دين نصيحة أما نديروا شكاية بغراد إبقائه في السجن وكما تنقلوا بالداريجان ريبوه هذا ما كيف يفيد التبحجة ما كيف يفيد للبلاد ولا العباد أتمنى من القضاء ديال الجديدة أن يستجيب لهذا الطالب ديال الصراحة اللي تقدمنا به وكانت منا في الجلسة دياليوم التلاتة اللي شخصيا ربما نقبل قدش نكون حاضره ولكن غادي نوب المكتب ديالنا شخص الأستاذ محمد جاد زهراش الإبن ديالي هيكون حاضر إلى جانب الزملاء الأستاذ الصبرى الأستاذ رابح ويكون القضية جاهزة ولكن أنا أمنيتي أن إلياس الملكي عنق الحرية اليوم قدر هدى بغيث في الأخير في الأخير قبل نختم بغيت نشكر كل المتضامينات وكل المتضامين أول كلمة سواء اللي هنا في المغرب أو خارج المغرب والسلام عليكم كمواطن المغربي بسم الله كمواطن المغربي بسم الله توكلتها على الله و لا حوله و لا قوته إلا بله أستاذ العظيم يكملت الأستاذ للأستاذ الله ينسره عم بوصله راسا شكر إن شاء الله حتنا الزلاج الْظلات كاملة كنا شارك لدينا واحد. شكرا لأستاذي العظيم. شكرا لأستاذي العظيم. عاش المليك! عاش المليك! عاش المليك! عاش المليك! شكرا للمشاهدة. 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 شكرا للمشاهدة.